اهلا بكم بيبدأ فيلمنا مع باتان واللي بيكون خارج من بيته ورايح يقض وقت حلو في البحر وبياخد مركب الصيد بتاعه وبيقرر ان يروح يطلع رحلة للمحيط وبيكون مش مجهز نفسه اصلا للرحلة دي ده حتى البلط بتاعه سابه في البيت وبيقرر انه يبعد لبعيد وخلاص وفعلا بيدخل في نص المحيط لدرجة انه بيوصل لمكان كله ضباب ومش بيكون شايف اي حاجة حواليه وبيتوتر باتان عشان مش عارف هو فين بالزبط وفي اللحظة دي في حاجة بتخبط المركب بتاعه جامد وكان هيغرق المركب في المياه وبيدور في كل مكان عن الحاجة اللي خبطت في المركب بتاعه وبيشوف انه ياخد كبير اسمه ايزو وانه هو ده سبب الخبطة وفي اللحظة دي بيكون مركب باتان اتكسر ودخلته المياه وهيغرق فبيحاول انه ينادي على اي حد موجود في الياخد عشان يطلب منه المساعدة ولكن ما فيش اي حد بيرد عليه وبيبدأ الضباب يزيد فبيكرر انه يطلع الياخد وانه يربط المركب بتاعه كمان في الياخد وبيفاتش الياخد على اي حد موجود او اي حاجة وبيلاقي ان الياخد فاضي بس بيستغرب لما بيلاقي ان فيه دوم وان فيه اكل كمان فبيعرف انه كان فيه اشخاص موجودين هنا وانهم اختفوا في ظروف غمضة وبيكون باتان عارف كل حاجة عن الياخد وعن تشغيل الاجهزة وفعلا بيشغل جهاز الراديو اللاسلكي وبيتصل بالطوارئ عشان يطلب المساعدة وبيبلغهم باختفاء الاشخاص اللي كانوا موجودين علياخد بس للاسف مش بيلاقي استجابة لرسالته وقرر انه يفاتش الياخد عشان يعرف ايه اللي حصل هنا او حتى يلاقي اي حاجة تساعده وفجأة بيلاقي مركب الصيد بتاعه اختفى فبيخاف اكتر وبيتوتر بسبب اختفاءه وبيحاول انه يدور عليه بس الضباب بيكون كتير ومش بيقدر يشوف اي حاجة فبيحاول انه يهدى شوية ويفكر في حل وبيشغل جهاز المسح عشان يكتشف المنطقة اللي هو فيها وبيكون عنده امل انه يقدر يخرج من هنا وبينزل الياخد وبيفاتش فيه وبيسمع صوت ده وشجاي من الحمام وبيروح عشان يشوف الصوت ده بس مش بيلاقي حاجة وبيقف الباب الحمام وبيحاول انه يجهز الياخد تاني عشان يرجع لبيته وبيكون المحرك بتاع الياخد مكسور وكمان البصلة اتجاهتها كلها غلط وبيلاقي خريطة وبيحاول يحدد منها موقعه بالضبط وبيختفي الضباب وبيقدر بالتاني انه يشوف المحيط فبيوقف المحرك وبيرفع الشراع لكن بتحصل عصفة جامدة وبتخلي الياخد يلف ويغير اتجاهه فبيقرر انه يصلح المحرك عشان يقدر يكمل رحلته وبعد كم ساعة بينجح بالتاني انه يصلح المحرك فبيتطمن شوية بس في نفس الوقت بيكون مش متأكد انه هيرجع بيته تاني او لا وبيروح عشان يدور على مركب الصيد بتاعه تاني ومش بيلاقيه وبيحاول انه يجرب جهاز اللاسلك تاني ويتصل بالتوارئ وبرضو مش بيلاقي اي رد وبيدخل الحمام وفجأة بيتقفل عليه الباب فبيتوتر وبيحاول انه يفتحه ومش بيعرف وبينادي على اي حد برة بس مش بيسمع اي صوت وبيطلع دبوس من جيبه وبيحاول انه يفتحه وبيخبط على الباب جامد عشان يكسره وللأسف مش بيعرف يخرج من الحمام بعد كل ده وفي اللحظة دي بيسمع صوت سفينة قريبة منه ووقتها بيشوف سفينة شحن وبيكون الياخت ماشي في نفس المصار بتاعها وبسرعة بينادي عليهم بتان وبيحاول انه يطلب المساعدة من سفينة الشحن وبيسمع في جهاز الراديو اشارة وبيعرف انها من سفينة الشحن وانهم عاوزين يكلموا اي حد موجود على الياخت وبيطلبوا منه انه يحدد موقعه عشان يساعدوه ولكن بتان بيكون في الوقت ده لسه محبوس في الحمام ومش بيقدر يرد عليهم وبيحاول انه يشاور لهم عشان يقدروا يشوفوه لكن من غير فايدة فبيسحب الحبل بتاع الشراع وبيحاول انه يلفت انتباهه لكن الحبل بيلف على رقابته وكانها يموته وبيغمى عليه وفي الوقت ده بتقرب سفينة الشحن من الياخت وبتغبطه وبتعمل فتحة في الياخت وبتدخل منها المية وبعد شوية بيفوق بتان وبيعرف ان سفينة الشحن بعدت وبيحس بالاحباط وانه خلاص مفيش امل في خروجه من هنا وبيكون بتانة صب في راسه وكمان اثار الحبل على رقابته وبيسمع صوت المية دخلت الياخت وانه رايبها يغرق وبيعرف ان في حاجة غريبة ومش طبيعية بتحصل في الياخت وانه متأكد انه سمع صوت خطوات شخص في الياخت مع انه فتش الياخت كويس وانه لو كان فيه اي حد موجود كان شافه فبيكرر انه لازم يلاقي حل ويخرج من الياخت ده وبيستغرب بتانة ان الياخت ماشي مع ان المحرك مش شغال فبيحاول انه يلم الشراع عشان يوقف الياخت وبيمسك عصايا وبيخرجها من الشباك وفعلا بيوصل لحبل الشراع وبيلمه وفي اللحظة دي بيوقف الياخت وبيكون بتان تعب وكمان عشان ومش بيلاقي مية وفي اللحظة دي سمع صوت قطع الحبل وبيعرف انه حبل الشراع وانه ترفع تاني وتحرك الياخت وفي الوقت ده بيفقد بتان الامل وبيحس بالاحباط وانه خلاص دي نهايته وفجأة بتظهر في الحمام مية فبيتعصب بتان وبيعرف ان في شخص موجود وهو اللي قصد يعمل كل ده وبيزعق بصوت عالي وبيقوله انه مش حرامي ولا سرق الياخت والغريب انه بعد شوية بدأ التختاف المية فبيتعصب بتان من اللي بيحصل وبيستغرب هو ده من حظ الوحش ولا ده فعلا بفعل فاعل وانه في فعلا شخص تاني موجود وهو اللي بيعمل كل ده وبعد شوية وقت وهو بيبص من الشباك مش مستوى بكل اللي بيحصل ده وبيحاول يفكر في اي حل وهو خايف ومتوتر وبالليل بيلاحظ ان في عصفة هتبدأ وبيكون لسه محبوس في الحمام وفي اللحظة دي بتزيد المية تاني في الحمام وبيحاول انه هو ياخد المية بالكباية ويرميها من الشباك وبتكون العصفة لسه مستمرة وبيكون الشراع لسه مرفوع فبيحاول انه يقطع الحبل بالسكينة وبتتجرح ايده وبيكون بتان فقط قوته بسبب تعب الجسد والنفس كمان وفي الفجر بتبدأ العصفة تهدى وبيكون الحمام خلاص كمان اتملأ مية وبيعرف انه لو ملقاش حلة هتكون دي نهايته في المكان ده وفي لحظة من اليأس بيخبط على باب الحمام وبيتمكن من فتحه وبيكون في نفس الوقت الياخت مليام مية والشبه بيغرق وبيطلع علياخت من فوق وعشان ينقذ نفسه بيجيب الباب وبيعمله قارب نجاح وبعد ما خلص بيحدفه في البحر وبينط عليه وبيعنبي في البحر عشان يشوفه هينفع ولا لا وبيرجع عند الياخت عشان يشوف المية بتدخل من اين وبالفعل بيصلح في الياخت عشان من غيره مش هيقدر يرجع وهيفضل في وسط البحر وبيحاول يتصل من الراديو ومش بيعرف وبيشوف انه لو بيستنى المساعدة بيكون وهم وبيقوم وبيأمن على الشراع مرة تانية وبيكون عنده امل لينقذ نفسه وبيشوف من بعيد سفينة سياحية وبينزل على قارب النجلة عمل وبيقطع نص المسافة وبيقرب منها وبيضرب شعلة الانقاذ وفي اللحظة دي القارب بينقسم لنصين وبيقع في البحر وبيعرف ان دا قارب ماينفعش يعوم بيه فترة طويلة في البحر عشان ما فيهوش رعق او محرك وبالليل بيكون لسه في المية وخايف انه مش عارف يرجع على الياخت وبيشوف سمك وبيفكره سمك ارش وبيلاقيها دولفن وفي اللحظة دي جسمه بتنخفط درجة حرارته بسبب المية الساعة وبنشوف الياخت اللي الهوى بيحركه وبيجيبه عنده وبيطلع الياخته وبسرعة بيغطي نفسه بالبطنية من الساعة وبينام من التعب وتاني يوم الصبح بيكرر انه يمشي وبيلاقي الباب تقفل تاني عليه وبيدور في القوضة على اي حاجة تساعده انه ينقذ نفسه وبيدخل الحمام وبيشوف باب مخفي وبيفتحه وبيشوف انه ممر سري بيود عند شباك وبيشوف جوه منه سكينة وحاجات شخصية وبيعرف انه كان فيه شخص موجود وانه مش لوحده وبيتقفل الشباك عليه تاني وبيحاول بتاني انه يفتحه بس ما بيعرفش وفجأة بيحس ان الياخت بيتحرك بسرعة وبيصرخ من الخوف وبيقول لنفسه هو عمل ايه في حياته عشان يحصل معاه كده وبيكون في نفس الوقت الياخت بيقرب بيه عند المدينة وفجأة بيوقف الياخت بيه بشكل غريب وبتتفتح الابواب لوحدها وبيشوف من الشباك انه شاطئ المدينة وبيكون فيه حاجة غريبة وانه ما فيش ناس ولا بيوت وبيقرر انه هو يروح المدينة المخفية دي عشان يستكشف اللي فيها وبيفتح الباب وبيخرج من الياخت وفجأة بيسمع صوت الياخت بيتحرك وبيبص عليه بيشوف انه بيبعد عن الشاطئ وبيمشي في المدينة ومش بيشوف اي شخص موجود فيها وفي نفس الوقت الياخت اختفى وبيرجع عند الشاطئ وبيشوف المكان اللي فيه مركب الصد بتاعه اللي بدأت رحلته منه وفي اللحظة دي بيشوف الناس تاني في المدينة وبنشوف من بعيد كهف وجنبه الياخت واقف مرة تانية وبنعرف انه بتم حصر في الكهف الغريب ده وانه لو رجع تاني للياخت هترجع الى احداث تاني وبيكون في الوقت ده بتمش فاكر اي حاجة وبيفقد الذاكرة وبيكرر انه يرجع للياخت تاني عشان يعرف ايه اللي حصل وان كان ده حلم ولا حقيقة ولما بيروح الياخت بيعرف انه هو فعلا كان موجود هنا ولما بيشوف الدم في الياخت بيتأكد من كده عشان الدم ده كان بتاعه لما كان بيحاول يقطع الحبل بالسكينة ولحد هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام